كما أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفضي على تطابق مواقف بلاده مع مصر إزاءة تحديات الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية طلب الصفضي بإنهاء الكارثة الإنسانية التي سببتها الحرب في غزة كما أدان ما تقوم به القوات الإسرائيلية من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مطالبا بإنهاء احتلال إسرائيل للمعبر من الجهة الفلسطينية أننا أكدنا مرة أخرى على تطابق مواقفنا إزاءة التحديات التي نواجه خصوصا القضية الفلسطينية القضية المركزية القضية الأولى والأساس لنا جميعا للأسف نحن اليوم في اليوم 278 يوم من العدوان الإسرائيلي الهمجي الغاشم على غزة هذا العدوان الذي اتخبت إسرائيل خلاله جرائم حرب غير مسبوقة في التاريخ الحديث لناحية قتل الأطفال لناحية قتل موظفي الألغرافة الأممية لناحية تدمير مجتمع بأكمله استهداف المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس وجعل غزة مكانا غير آمن لأي من أهلنا في غزة